بعد نكسة حلب التي منيت بها فصائل المعارضة السورية المسلحة تستمر في جهود لتوحيد صفوفها معتدلة ومتشددة لمواجهة الخطر الداهم القادم في جبهة إدلب وجبهات أخرى في ريف دمشق واللاذقية جهود يبدو أنها لم تكلل بالنجاح في ظل ما يبدو ضغوطا خارجية على بعض الفصائل لا سيما من جانب تركيا التي لا تريد لمثل الكيان الذي يصب الجميع إلى إيجاده أن يكون تحت سطوة فصائل متطرفة كالنصرة أو متشددة كأحرار الشام وغيرها وهو ما يضعها هدفا مشروعا بحكم الأمر الواقعي والقوة للقوات الروسية وقوات النظام السوري وما قد يعرض المعارضة على الأرض وكذلك مصالح تركيا ودول الإقليم المستقبلية لسيناريوهات لا تصب في صالحها نبحث هذا الموضوع مع ضيفي من عمان معنا الخبير في شؤون الزمعات المتطرفة الدكتور محمد أبو رمان ومن بيروت معنا الخبير العكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملعب نذكر بأنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم وستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أبدأ معك دكتور محمد أبو رمان بداية الآن تركيا أمام اختبار مهم هذه الفصائل أمام اختبار مهم بعد اتفاق موسكو محاولة لوقف إطلاق النار المعارضة المسلحة في كثير من فصائلها تكدس في إدلب وبالتالي كما أرادت موسكو على ما يبدو يبدو الفصل بأنه متطرفة ومعتدلة وعلى المعتدلة أن تسير تحت العباءة التركية ووفق الأجندة الجديدة وإلا فإنها ربما تفرز على أنها متطرفة مثل النصر وداعش وتكون هدفا للمحاربة ما الذي تشهده هذه التنظيمات من حاسبة داخلية مناقشات كيف يمكنها أن تتفاعل وهي التي رفضت أن تتحد في السابق تحت خطة واحدة اليوم ما الذي تواجهه عقائديا وكنشاط عسكري على الأرض مساء الخير أولا لك وللسادة المشاهدين أعتقد أن المرحلة الراهنة بالنسبة للمعارضة السورية هي مخاض حقيقي وكبير ومن الواضح تماما أن الدور التركي شهد ليس كما كنا نقول استدارة في المرحلة السابقة بعد محاولة انقلاب الفاشلة ولكن شهد انقلابا في الموقف اتجاه المقاربة السورية والموقف التركي اليوم هو أقرب إلى الروس بدرجة رئيسية وإلى بدرجة ثانية الإيرانيين ولذلك هناك اليوم لدينا مخاض على أكثر من جهة مخاض من داخل قوى المعارضة نفسها بعد ما حدث في حلب جبهة النصرة تحاول أن توجد كيان جديد توحد المعارضة معها في إدلب تعيد صياغة المعادلة تستفيد من الدروس السابقة تركيا من زاوية أخرى تحاول أن تدفع بقوى الفصائل المسلحة بعيدا عن جبهة النصرة بعدما توافقت مع الروس على تصنيف جبهة النصرة بأنها منظمة إرهابية وبالتالي الأتراك اليوم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة طبعا المسألة معقدة كثيرا لأنه حتى في داخل كل فصيل من هذه الفصائل هناك أجنحة وهناك آراء مثلا على سبيل المثال الفصيل المهم في هذه المعادلة هو فصيل أحرار الشام وفصيل أحرار الشام هو فصيل متحالف بقوة مع جبهة النصرة تحت عنوان جبهة فتح الشام وجيش الفتح وإلى آخره فبالنسبة لأحرار الشام هناك اتجاهان اتجاه يريد المضي مع تركيا وأيد عملية درع الفرات واتجاه آخر يخشى من التحولات الحالية داخل جبهة النصرة نفسها أو جبهة فتح الشام التي أصبح يطلق عليها جبهة فتح الشام هناك أيضا اتجاهان فبالتالي أنا أعتقد المسألة معقدة على الطرف الآخر لدينا فصائل التي تصنف تقليديا بالنسبة لدول بالمعتدلة مثل جيش الإسلام ومثل فصائل أخرى بعض يعتقد أن سقور الشام من هذا القبيل أيضا هذه الفصائل اليوم ستحدد موقفها من جبهة النصرة فوق هذا وذاك المتغير الأهم في حال طلبت تركيا عملية إعادة هيكلة وتصنيف للمعارضة والتهيئة وتحضير المعارضة للمؤتمر الأستان المتوقع القادم أعتقد أن هذه كلها مفترقات طرق مهمة وكبيرة على صعيد المقاومة المسهورية المسلحة طبعا هذا بالإضافة إلى أن نتحدث عن جبهة منعزلة تماما في الجنوب التي تتمثل بالجبهة الجنوبية والجيش الحر في درعو وهي تقريبا في سياق مختلف عن السياق الذي نتحدث عنه في ريف حلب وإدلب وما حولها طيب سيد نجم لعب سيد العميد بداية هل الوضع العسكري لهذه الفصائل لو نتحدث من جانب عسكري يسمح لها أن تخرج عن طوع تركيا تركيا تسيطر يعني الحدود مع تركيا جميع الدعم كان يأتي من تركيا وبالتالي إن هي خرجت عن طوع تركيا واختارت أن تنضم للنصرة أو لأي قوى أخرى هل لها أي فرصة للنجاة أو للعمل لوحدها على الأرض مساء الخير لك ولضيفك الكريم مبدئيا إذا رأينا أين بدأت المعارضة مسلحة لم تكن هذه الثورة في سوريا ثورة مسلحة واضطر بعض شباب الجيش السوري الذين شكلوا جيش السوري الحار من خوض غمار الحرب العسكرية دفاعا عن ساحات النضال التي كانوا يخوضونها في كافة محافظات المدن السورية عمليا الدعم الذي دخل من الخارج وخربط معادلة المعارضة وجاء الدعم من المؤسف أن يكون الدعم جاء للمتشددين فقط وترك المعتدلون ترك الجيش الحر إلى أن أصبح من يدعم هو من يستطيع أن يتحكم في مصير المعارضة المسلحة إذا كنت تسأل عسكريا اليوم هناك جبهتين في الجنوب كما أشار ضيفك الكريم هناك استاتيكو في الجنوب يقوده الجيش الحر لمصلحة عمليا أن تبقى درعة لا عفوا عن جنوب سوريا بدرعة إذا بدأنا في منطقتين هناك استاتيكو في درعة يقوده الجيش الحر مع تقريبا مع النظام بشكل أنه منوشات قليلة لم تدخل داعش على الخط ولكن هذا الوضع برضى يبدو أردني سوري أو بغطاء معين هذه الجبهة راكدة لأن التقدم فيها السيطرة عليها لإحدى الفريقين يهدد دمشق ويهدد العاصمة وهذا لا يريده النظام ولكن إذا حصرنا الموضوع في الشمال ما بعد حلب من سيتحكم في المعارضة وفي تسليحها وبقائها على أهبة الاستعداد هو تركيا وهو الدور التركي الذي فعلا يشهد انقلاب وعسى هذا الانقلاب أن يضع حدا للقتال وأن يقود المرحلة المقبلة بالضغط على المعارضة لأن تكون تدخل إلى الحل السلمي وأن يكون هناك مفاوضات تكون بكورتها في أستنى أعود لك دكتور محمد أبو رمان عن العلاقة مع تركيا لو نفصل شوي أكتر تركيا كانت الدعم الأكبر لوجستيا حتى موضوع جبهة النصرة تركيا تأخرت دغطت عليها أمريكا بشكل كبير وتأخرت في إعلانها تنظيما إرهابيا وبقية الفصائل يصلها كل هذا الدعم حتى أحرار الشام كما تعلم لكن تركيا عندما احتاجت هذه التنظيمات في درع الفرات من أجل مصالحها الخاصة رفضت هذه التنظيمات في معظمها أن تنضم إلى الجيش التركي في درع الفرات رغم أن تركيا كانت باني آمال على أن هذه فصائل ذات عقيدة إسلاموية وبالتالي هناك حكومة توصف بأنها إسلامية في تركيا وأن هناك ود وأن هناك أهداف مشتركة فوجأة كثير من الأتراك اليوم عندما أقرأ يعني في معركة الباب يقولون بأن المعارضة السورية تخلت عنها تماما يعني داعش هو مشكلة مثل ومثل النظام لكن هذه الفصائل لماذا كانت العلاقة مع تركيا قوية جدا عندما كانت هي تقاتل عندما احتاجتهم تركيا لتغيير المسار ولو قليلا في جزء منه رفضت أن تتعاون مع تركيا دعني أصحح قليلا أو أخذر في التوصيف ما حدث أنا أعتقد الإختلاف لم يحدث في موقف الفصائل العقد الذي كان بين تركيا والفصائل لم يكن طبعا عقد مكتوب ولكن عقد عرفي أن تركيا تدعم الفصائل لإسقاط النظام السوري وغالبا كانت هذه الفصائل ذات اللون الإسلامي تركيا بخلاف الدول العربية لم يكن لديها تحفظ على الأيدولوجيا لهذه الفصائل وبالتالي دعمت أغلب الفصائل بما فيها الفصائل الإسلامية بخلاف بعض الدول العربية التي أرادت أن تدعم الجيش الحر بالمعنى الوطني العلماني لكن التحول لم يحدث لدى هذه الفصائل الانقلاب الذي تحدثنا عنه حدث في الموقف التركي منذ محاولة انقلاب الفاشلة أعتقد أن أردوغان أعاد طبعا كان هناك مرحل متقدمة لكن في النهاية أردوغان أعاد تشكيل حساباته كاملة وبدأ الانقلاب على تنظيم داعش الذي كان هناك ما يشبه الهدنة بينه وبين الأتراك وعلى حد توصيف قيادات في داعش كانوا يعتبرون الأتراك عدو عاقل ثم أصبحوا يعتبرونه عدو مجنون ثم دور التركي بعد محاولة انقلاب الفاشلة والتقارب الروسي التركي وخاصة في الفترة الأخيرة حدثت الصفقة بتقدير ما بين تركيا وما بين روسيا الباب مقابل حلب هنا الأتراك أرادوا توظيف الحركات الإسلامية التي كانوا يدعمونها وهذا أدى إلى صدمة أو إلى اهتزاز في هذه الحركات يعني حركة وأدى إلى خلاف عميق في داخل جيش الفتح ما بين جبهة النصر وما بين أحرار الشام وهناك كان حرب الفتاوى بين الطرفين أن أحرار الشام بررت الوقوف في درع الفرات على أساس أن هذا يساعد الأتراك على قطع الطريق على الأكراد وحماية عروبة سوريا كان هناك تبرير بينما جبهة النصر اعتبرت هذا تحول خطير ومعركة الباب تحديدا أنا أعتقد الأتراك أدركوا تماما لذلك تأخذ الجيش التركي أدركوا تماما أن قوة داعش العقائدية في قضية مدينة الباب أقوى من الفصائل التي تقاتع عن غير عقيدة حقيقية في معركة الباب لا تعتقد أن معركة الباب معركتها الحقيقية وهذه الفصائل اليوم تمر في مرحلة ارتباك أنا أعتقد مرحلة ارتباك حقيقي بعد معركة حلب بعد الشعور بأنه تخلى عنهم الراعي التركي ماذا سيفعلون هل سيبقون وراء تركيا على قاعدة المصالح وما يمكن تحقيقهم الممكن ولا يذهبون ويرحازون إلى جبهة النصر لأنه بالتأكيد اليوم ستكون هناك سيحدث بين جبهة النصر وتركيا ما حدث بين داعش وتركيا في مرحلة سابقة لأنه خلص يعني التركيا واضح تماما أنه بدأت بإعلان الحرب على جبهة النصر وبالتالي أنا أعتقد الفصائل ستفقد كثير من قوتها وجزء أنا أختلف مع سيادة الضيف من بيروت أنا لست متفائل يعني أنا أعتقد بشوف الأشيرات أنه اللي رح يبقى في المشهدية القاعدة المتمثلة أو جبهة النصر التي كانت قاعدة جبهة فتح الشام حاليا وتنظيم داعش بينما الفصائل الأخرى ستكون أضعف حالا على الأقل بتحدث في الشمال في الجنوب تقريبا شبهة انتهى الجيش الحر نأتي على الجنوب بعد شوي بس تعليق سريع قبل أن نذهب لبعض المشاركات تعليق يعني بين قسيني اللي بنسميه الخاطر العلاقة الأيديولوجية بين أنقرة وبعض هذه التنظيمات ألم يكن له مكان يعني بس هي المصلحة التي كانت تجمحها مع أنقرة يعني في رابط إيديولوجي مهم كانت تعول عليه أنقرة خصوصا وأنه داعش عدو مشترك كانت تنظر إليه أنقرة يعني ألم يكن لهذا الرابط أي دخل في تغيير هذه المنظمات وجهة نظرها وسيرها لا أعتقد أنقرة في مرحلة معينة راهنت على الربيع العربي وراهنت على القوى الإسلامية وراهنت على القوى السلفية أيضا وليس فقط الإخوان المسلمين ولكن أردوغان اليوم هو في مأزق كبير ومصالح البقاء ومصالح وجودية بالنسبة له تتغلب على قضية الموقف أو مقاربة السورية السابقة ومثل ما حكيت لك كان هناك مراجعات قبل محاولة الإنقلاب الفاشلة لكن محاولة الإنقلاب الفاشلة ساعدت أردوغان على تسريع والنخبة المحيطة به على تسريع هذه المراجعات والوصول إلى مرحلة إنقلاب كامل في مقاربتهم باتجاه المسألة السورية نعم طيب لدي بعض المشاركات من مشاهدين نستعرضها مع سامي قاسمي قبل أن نعود لضيفنا من بيروت فضل سامي نعم يوسف نبدأ من مشاركة مالك الذي يقول أن النظام السوري يركز كل قواه على محاربة المعارضة ويهرب من مواجهة داعش بينما تدخل المعارضة في جبهات مع النظام وميليشيات إيران وداعش هنا حسان يرى بأن الفصائل المسلحة الموجودة على الأرض في سوريا تشترك برغبتها في رحيل الأسد فقط لكنها لا تتفق على أي رؤية لمستقبل الدولة بينما قاسم يرى بأن المعارضة السياسية في سوريا أخطأت بشكل كبير عندما خسرت قرارها وفقدت السيطرة على الفصائل الموجودة على الأرض وهو في إشارة إلى الارتهان خاصة للخارج يوسف هنا تمام في الأخير يقول المعارضة تعتمد على تركيا بشكل كامل وأنقرة تقدر تحالفها مع موسكو أكثر من تقديرها لقيمة المعارضة وللقضية السورية شكرا جزيلا لك سامي على هذه التعليقات من المشاهدين أعود لضيفي سيد العميد المتقاعد ناجي ملاعب يعني دكتور أبو رمان يقول أنه على الأغلب قد تبقى فقط على الأرض النصرة لأنه بقية الفصائل ليست ذات قوة حقيقية في القتال هناك أيضا من يرى أنه يمكن يصير انصهار حتى ممكن في بعض الفصائل تذهب إلى داعش حتى إلى غير ذلك بالتالي هل ستختفي عن الساحة شيء اسمه الجيش السوري الحر بعد ما صار ووصفه دكتور محمد أبو رمان بالانقلاب التركي طالما نحن نتحدث عن فصائل صغيرة وشفنا في معركة الباب لم يكن لها ذلك التأثير اضطر الجيش التركي أن يدخل بنفسه يعني الجيش الحر حاليا هو قوام منطقة الأمن الذاتي الحزام الأمن الذي أنشأوه بموجب درع الفرات عملية درع الفرات أنشأته تركية قوامها المنطقة التي سيسيطر عليها الجيش الحر ولكن طبعا ضمن النفوذ التركي والنفوذ التركي سوف يكون هو الفاعل في هذه المنطقة جندي من الجيش الحر نتحدث عن قوة بسيطة جدا نعم القوى الباقية البقاء هو لمن يملك مشروع سياسي وهو النصرة عمليا المعارضة السورية الباقية كانت تتجاوب أو تتصرف كردات فعل وحسب ما يأتي الدعم لها أكثر مما كانت ذات سقف سياسي واضح يعني الحرب هي متابعة للسياسة بطريقة أخرى أنا بعد معركة حلب لا أرى أن هناك رؤية أو سقف واضح للمعارضة خارج النصرة النصرة تمتلك أهداف وهي إذا حتى لو قضي عليها سوف تعود إلى العمل من تحت الأرض العمل المختفي وكما عودتنا سابقاً وتقوم بعملياتها السابقة هذه موجودة وكيان موجود باقي الكيانات عرضة للقرار التركي عملياً ونعم سوف يقتصر وجود الجيش الحر في مناطق موجودة حالياً فيها المعارضة ريف إدلب ريف دمشق ريف لاذقية إدلب كاملة بعد دير الزور يعني هذه المناطق ستزول ما لم تحظى بدعم كامل لأن رؤيتها السياسية هي ضعيفة الأفق هي ليست متفقة حتى مع التحالف السوري تحالف المعارضة السورية في الخارج لذلك أنا لست متفائلاً كما نسب لي الضيف من الأردن ولكن عملياً أتفائل إذا كان إذا قامت روسيا وتركيا بدور جديد بالاتفاق مع إيران حول بدأ مفاوضات تنهي هذا الوضع ضمن وحدة الدولة السورية والجيش السوري لمستقبل سوري أفضل بكثير مما من متابعة هذا الجري وراء وضع غير سياسي المفاوضات السياسية يعني طالما الوضع بقي مشرذماً على الأرض هكذا يعني عسكرياً يعني لا يمكن ضمان تنفيذه حتى لو تعهدت هذه الدول الثلاثة بضمانه يعني إذا بقيت النصرة كقاعدة كما ذكرت داعش إذا بقيت بعض الجيوب لا يمكن نتحدث عن حل سياسي مستقر صح ولا لا نعم هنا نحن نغفل يعني نغفل الدور الأمريكي والدور الغربي في هذا الموضوع يعني الدور الغربي رسم حدود في الجو للتحرك الروسي والتحرك الجيش الطيران السوري التابع للنظام وكذلك رسم حدوداً على الأرض رأينا كيف دخلت داعش والسعادة تدمر رأينا كيف دخلت داعش معين العرب متجاوزة 200 كيلو متر الاحتلال هذه المنطقة لذلك الغرب ليس يقف متفرجاً أمام هذا الوضع ونحن نعتمد كثيراً على الدور الروسي للملمة هذا الوضع والدخول بمفاوضات سياسية سريعة تنتج وفاقاً على صعيد دولة موحدة وإلا فالغرب جاهز لفرض أجندته حتى عبر تركيا التي ما زال وضعها مشوش وضع التركي غير سليم للآخر مع الروس وضع مشوش ولا مع الإيرانيين ولم يسقطوا إسقاط النظام من بالهم هم حققوا أول مرحلة بمنع قيام وطن أو شبه حكم ذاتي كردي على حدودهم يقلقهم ومازالوا موجودين وهم عرضة للتفاهم مع الناتو لحلول جديدة يعني يجب أن لا نغفل أن الناتو موجود وأن القوى التحالف الدولي موجودة وأنها خربطت في الماضي في أيلول الماضي جاءت قوى التحالف وقصفت الجيش السوري في دير الزور طيب دكتور محمد أبو رمان كان لك تعليق عن الوضع في الجنوب أود أن أسمعه يعني إذا سمحت لي وأيضا أعود في شق آخر لنفس السؤال ربما لم أطرحه بشكل جيد وهو موضوع سيطرة تركيا أو أنت العقد الذي ذكرته يعني العرف بين تركيا وهذه الفصائل كان يتوقع البعض بأنه كإسلام معتدل يمكنها أن تسيطر وتهيمن على هذه الفصائل ذات الهوية الإسلامية البعض قال أنه حتى في حلب عندما شدت تركيا صارت الرموسة لما خففت تركيا خرجوا من حلب وأنه فيه تماهي حتى بوتن نفسه قال أنه نريد خروج النصرة من حلب وأردغان تعهد وقال أنا كلمت يعني الأصدقاء هنا في هذا الخط لا يمكن يعني هذا الخط الانتهى الآن تماما الجنوب ثم نعود لهذه النقطة مرة أخرى لا خلينا نقلب عشان ما نكون في قطع نبدأ بهذه النقطة ثم نأخذ بالجنوب لا أنا لم أنفي أنه هناك فيه خط أيدولوجي شغال ما زال ما بين تركيا وبعض الفصائل وأشرت إلى أنه هناك ما تزال هناك جناح في أحرار الشام هذا الجناح مؤيد تماما لتركيا ولا يريد قطع العلاقة مع تركيا الجبهة الشامية أيضا التي كانت في حلب ثم ذهبت اليوم إلى الريف الشمالي أو إلى إدلب أيضا جزء كبير منها مع الأتراك فهناك فصائل إسلامية ما تزال قوية مع الأتراك لكن الدور التركي نفسه المقاربة التركية نفسه هي التي تغيرت المصالح التركية هي الأساس وليست الأيدولوجيا بمعنى تركيا في مرحلة سابقة كانت تهادن تنظيم الدولة الإسلامية وكانت تدعم جبهة النصر وأحرار الشام وتتبنى عملية محاولة إعادة تأهيل هذه الفصائل وساهمت في دفع النصر إلى الانفصال عن القاعدة لكن تركيا اليوم لم تعد قادرة على حمل هذه المعادلة باختصار وتركيا لديها تحديات العزلة التي وقع فيها أردوغال الآن نأتي إلى الجنوب الجنوب باختصار أعتقد خرج من المعادلة تماما الجيش الحر أو الجبهة الجنوبية باستثناء جيش خالد بن الوليد في ريف درع الغربي الذي يتبع إلى تنظيم داعش جبهة النصر خرجت باتجاه إدلب في أغلبها لم يبقى إلا عدد قليل من جبهة النصر في درعه وهناك وجود محاصرين جيش خالد بن الوليد في ريف درع الغربي وهو تابع لداعش الآن الجبهة الجنوبية التي تسيطر على جزء كبير من درعه وتشارك النظام السوري هي في مرحلة هدنة برعاية دولية وإقليمية في علاقتها مع النظام وأعتقد أنهم ينتظرون ماذا سيحدث في المناطق الأخرى لتقرير مستقبل هذه المنطقة وكيف يتم التعاون لكنها خرجت تماما من المعادلة العسكرية الحالية هي بانتظار إلى أين ستسير الأمور أخيرا دكتور أبو رمان باختصار قلت أنه مثلا في جزء من أحرار الشام في الجبهة الشمية ما زالت على خط ديولوجي مع أنقرة لكن لا يناسبها الخط الجديد لتركيا التي ربما تفرض عليها قتال داعش قتال حتى النصرى والأكراد وغيرها هذه كيف برأيك ستتصرف وهل ربما نشهد فعلا موجة انقلاب نصروي كداعش ومواجهة مع تركيا بسبب هذا التغيير أعتقد أن الأمور بين النصرى وتركيا ذاهبة باتجاه قطيعة كاملة إن لم يكن باتجاه المواجهة هذه الفصائل اليوم المسلحة تحاول أن تتشكل وكتلة معا تكون مؤهلة للقيام بالدور العسكري المتماهي مع التحول التركي الجديد وهي قريبة جدا من تركيا يتحدث تحديدا عن الجبهة الشامية وعن أحرار الشام جزء من أحرار الشام أحرار الشام في حالة لكن هذه الفصائل بدأت اليوم أضعف مما سبق التفاصيل الأقوى في إدلب هي جبهة الفتح الشام النصرى سابقا لا وماليش كمان إضافة صغيرة بس أبل ما أرجع لسيادة العميد في ضيف عننا اليوم في النشرة قال أنه حتى داعش ربما مع هذه الانقسامات النصرى يمكن يعود هناك تقارب بين داعش والنصرى وتماهيات هل هذا وارد برأيك؟ بتخديري هذا الإحتمال بعيد سيادة العميد نبقى مع الدكتور أبرمان في تعليق أخير قبل أن أعود لك تفضل على المدى القريب هذا الإحتمال بعيد لكن على المدى هذا الإحتمال قريب بمعنى أنه إذا خسرت النصرى وداعش وذهبت قيادات الصف الأول ممكن أن تبرز هناك ظروف تقارب ما بين الفصيلين سيادة العميد ناجم لاعب هنا نتحدث عسكريا هذا الوضع برأيك سيزيد من العبء والحمل على الجيش التركي الآن طالما أنه الرئيس أردغان يتحدث عن 5000 كم مربع يتحدث اليوم أنه لسه في عفرين بعد الباب لسه في منبج ومنها نتوجه إلى الرقة وفي ظل هذا الضعف في فصائل الجيش الحر التي ممكن أن تدعم تركيا وهذا التمايز الحالي نفهم أنه العبء كله سيكون على عاتق الجيش التركي هنا وعنده داعش ونصرى وأكراد في المنطقة التي سيدخلها طبعا عبء كبير على تركيا والعبء الأكبر إذا ما فرد على تركيا إعادة دورها في دعم المعارضة بشكل كامل كافة أنواع المعارضة وتدخل الغرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الدعم وإعادة إرسال جنود لدعم قوات سورية الديمقراطية ودعم باقي الفصائل لخربطة الوضع وعدم تمكين روسية من حل أو الحل المنفرد الروسي في هذه المنطقة لذلك إذا بقي الوضع بدور فقط دور جيش تركي تركيا يعنيها هذه المنطقة أكثر ما يعنيها الداخل السوري ولكن إذا تركيا استجابت لضغوط أمريكية جديدة فوضع مقبل على مزيد من العنف ومزيد من الرؤية السوداء بس يعني الجيش التركي أنت عندما نتحدث الآن عن خمس تلاف كيلومتر لم نضيف إليها عفرين ولم نضيف إليها الرقة كجيش يعني جيش نظامي عندما يدخل على هذه المساحة ستتوسع أكتر من خمس تلاف عند سبع تلاف وثمان تلاف هذا ألا يستهلق قوة كبيرة من الجيش التركي في حال استمرت موازين قوى على ما هي عليه بين روسيا وأمريكيا طبعا عمليا الجيش التركي بده يعاني كتير لأن يعني داعش عندما تتحرك لم تبرز جميع سلحتها داعش عندما دخلت إلى تدمر دخلت بأربعة آلات مقاتل ومئتين آلية ومجنزرات للدخول المجدد يعني ليست داعش يعني داعش مدربة وبقايا من الجيش الذي يدرب الجيش العراق الذي يدرب على يد الأمريكيين بأسلحة داعش يمتلك 1800 همر عندما آلية مجنزرة معروفة يعني الهمر آلية حديثة يعني القتال مع داعش ليست سهلا ولا تنسى أن قوات سوريا الديمقراطية هي عائق هام جدا أمام الجيش التركي لذلك الجيش التركي أمام مخاض صعب وعليه أن يتصرف بحكمة ولا يزيد هذه المنطقة ولا يزيد المشاكل عليه شكرا جزيلا لضيفي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لاعب والشكر الجزيل لضيفي أيضا من عمان الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة دكتور محمد أبو رمان